اشتركوا في القناة وقف لمناقشة العاملين بكبري سامير غانم للاطلاع على الموقف التنفيذي وسير الأعمال كما قام كذلك بالمرور على عدد من المحاول الجاري تطويرها حاليا في منطقة القاهرة الجديدة مشيرا إلى أن رئيس السيسي اطلع كذلك على أعمال إنشاء خطوط الانحضار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة والتي تتم بتزاون مع إنشاء الطرق والمحاول الجديدة لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحضار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس أكد رئيس التونسي قيس سعيد أنه تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحول إلى ميدان للصراط وآخر الاتصال هاتفي من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي أشر الرئيس التونسي إلى أن المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشعاتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يتم المساس به أعلنت وزارة الصحة تسجيل 869 حالة إيجابية جديدة بفارس كورونا و38 حالة وفاة وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم خروج 911 متعافية من المستشفيات بعد تلقيه من رأيات الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافية من الفيروس إلى 267355 شخصا أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 240 مليون نسمة أصيبوا بفارس كورونا على مستوى العالم وأضف الإحصاء أن إجمالي عدد الوفاية الناتجة عن الفيروس وصل إلى أكثر من 5 ملايين حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 220 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019 قررت السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية لبواجهة فيروس كورونا اعتبارا من غدا الأحد مشيرة إلى التقدم في عمليات التحصين وانخفاض عدد الإصابات وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر السماح باستخدام كامل الطاقة الاستعبية في المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة مع الزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامات كما تقرر إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستعبية في التجمعات والأماكن العامة قال البيت الأبيض أنه سيرفع اعتبارا من الثامن من نوفمبر قيود السفر عن الأجانب الذين تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا مما ينهي قيودا تاريخية منعة الكثيرين في العالم من دخول الولايات المتحدة وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونيوس على تويتر معلنا عن موعد بدء سريان القواعد الجديدة أن هذه السياسة صارمة وثابتة وتمليها حالة الصحة العامة أطلقت الصين صاروخا يحمل مركبة تقل ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية لمحطة فضاء مستقبلية حيث سيعيشون ويعملون لمدة ستة أشهر وبدأت الصين تشهيد ما سيكون أول محطة فضاء دائمة لها في أبريل بإطلاق الوحدات يدخى أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث وستكون البعثة الحالية الثانية من أربع بعثات مأهولة مقررة إلى المحطة لاستكمال بنائها بحلول نهاية العام المقبل ورياضيا يحل الزمالك اليوم ضيفا على توسكر الكيني في ذهاب مباريات دوري 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا وفي البطولة ذاتها يلتقي الأهلي مع مضيفه الحرس الوطني بطل النيجر فيما يسعى الأهلي لتقيق الفوز في بداية مشواره للحفاظ على لقب البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخه وذلك قبل خوض لقاء العودة في القاهرة لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعة على مواقع تواصل اجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة واللقاء اشتركوا في القناة